الاختراع ده هيغير المستقبل انسى بقى الجراحة والقلم تخيل تبلع كابسولة عادية وفي دقايق الدكتور هيقدر يحدد تشخيصك وعلاجك ده مش خيال علم على فكرة ده اختراع جديد واسمه بيلبوت وده يا صديقي باختصار عبارة عن روبوت صغير بحجم كابسولة الفيتامين كده من ابتكار شركة اند تيكس اللي بمجرد ما هتبلعه هيتحرك جوا جسمك بفضل الكاميرات والسنسورات المتركبة فيه والدكتورة عن طريق دراع كده زي دراع البليستيشن هيحرك الروبوت جوا جسمك ويبعت البيانات والتحاليل ويرلس ومن غير اي جراحة يعني قلم اقل وتعافي اسرع ورعية افضل هما حاليا في مرحلة التجربة السريرية عشان ممكن ده يبقى في المستقبل واحد من الحلول البديلة للجراحة لكن لو جاتلك الفرصة انك تستخدمه كبديل للتشخيص العادي هل هتجربه ولا هتخاف فكر في السؤال ده والحد اليوم اللي هيتطبق فيه العلاج ده ما تنساش تتابعني لكل جديد عن التكنولوجيا والAI انا احمد طه سلام